حياكم مع مقطع جديد في عالم السوفت ويرو انجينيرينج والمقطع هذا راح يمس جانب أساسي وحيوي في عالم تطوير البرمجيات ألا وهو إدارة جودة البرمجيات حيننا نتكلم الآن عن الـ Quality Management جودة البرمجيات ليس فقط مسؤولية بل هو نشوفها مفروض كالتزام نحو عملاء أو مستخدمين والعرض هذا راح يتناول الجوانب والعناصر اللي تضمن لنا أو تضمن لنا أنه نقدم منتج برمجي ذو معايير عالية لنذهب ونبدأ مع السلايد الأول وفيه يتكلم عن السوفت وير Quality Management يقول لك في النقطة الأولى Concerned with Insuring يعني يوضح لك أنه مبدأ الـ Quality Management معتمد انشوره ويؤكد لك أنه الـ Level الجودة راح يكون موجود في المنتج النهائي عندك فيقول لك Required Level of Quality is achieved هو يضمن لك أنه المستوى حق الجودة للتطبيق هذا راح يكون موجود في المنتج النهائي زين الـ Principles اللي عندي قال لك عندك ثلاث مبادئ في الجودة Three Principles Concerning وبيقسم لك المبادئ هذه على مستوياته على مستوى الـ Organization Level على مستوى المنظمة كاملة وعلى مستوى الـ Project Level لو تلاحبوهم في قسمين هاته Project Level النقطة الثانية وهاته Project Level النقطة الثالثة خلوا ناخذ كل واحد منهم على حدة على المستوى التنظيمي على مستوى الـ Organization Level زين يقول الأمر كله هنا يتعلق بإنشاء عمليات زين Quality Management is concerned with establishing a framework of organizational processes عندي عمليات processes زين بنفس الوقت عندي إيش عندي standard فيه standard معين framework معين لازم ألتزم فيه معايير موجودة عندي في الشركة لازم ألتزم فيها زين ليش نلتزم فيها وليش الأساس عندي أنه أنا إذا نتكلم على الـ Organization Level لازم يكون عندي processes ويكون عندي معايير ألتزم فيها وش السبب وش الهدف منه يقول لك الأساس عندي هنا لإنتاج برمجيات عالية الجودة يعني معناه إذا ما كان عندني التزام في الـ Organization Level فيه processes معينة لإنشاء البرمجيات أو معايير مطلوبة مني الالتزام فيها أنا ما عندي ما أقدر أضمن فيها الجودة للـ Software هذا النقطة الثانية لو تلاحظونها الحين رحنا للـ Project Level على مستوى المشروع نفسه زين نبننتقل مستوى المشروع الحين يقول لك هنا تأخذك إدارة الجودة والـ Quality Management عموما نهج خلي نقول أكثر تركيز منصب يعني نوعا ما على المشروع نفسه تطبيق عمليات الجودة المحددة خلي نقول للتحقق من أن العمليات متابعة كما هو مخطط لها يعني يكون عنده فعندنا عمليات خاصة في الجودة موجودة داخل المشروع بس مو أنه يكون عندي مع عمليات خاصة بالجودة داخل المشروع لا بالعكس أنا قاعد أتابع أن العمليات هذه أتأكد أنه يتم تحقيقها يعني مو بس أنه يكون عندي عمليات معينة خاصة في الجودة داخل المشروع لا وبتأكد أن العمليات هذه قاعدين نقوم عليها في أحد قاعد يسويها يراقب العمل على المعايير هذه اللي موجودة داخل المشروع ما هو بس والله حنا عندنا بروسيسيز على مستوى الورجنيزيزيشن بس ما في عندنا بروسيس داخل المشروع لا أنا أدخل داخل المشروع داخل المشروع عندي بروسيس معينة فيقول لك هنا Quality Management involves the application of specific quality processes أروح أطبق واحدة من العمليات حقة الجودة على المشروع بس أطبق العملية هذه للمشروع لا يقول لك checking these planned processes have been followed والعمليات اللي أنا خططت لها أنها تنضاف للمشروع يقول لك check سووا تشييك أنه فعلا العمليات هذه تم تحقيقها تم اتباعها have been followed تم اتباعها ما هو بس والله حطينا الكلام هذا من وجه تنظيري وقلنا مفروض عندنا عمليات الفلانية في الجودة ولكن لما جينا المشروع العمليات هذه حتى لو كانت موجودة في المشروع حطيناها بالdocumentation ما حتى تسواها أزين فأنا على مستوى المشروع ملزم أن يتابع الجودة علشان أضمن أن الكود حق المشروع يكون ذو خلنا نقول سمات عالية وجودة راقية أزين آخر نقطة هنا برضو على مستوى المشروع يعني إلى الحين حين ما طلعنا أول واحدة على organization level على مستوى المنظمة ومستوى التنظيمي خلنا نقول الثنين على المستوى المشروع نفسه وزين فهنا تركيزنا كبير على تطوير خطة الجودة quality management is also concerned with establishing quality plan خطة للجودة زين للمشروع كامل فأنا عندي المشروع لكن الآن الهدف عندي والتركيز على خطة للجودة لهذا المشروع هذه الخطة ليست مجرد وثيقة ما أروح أكتب لي والله document وقول والله هذا الخطة حقتي للمشروع وخلاص وانتهينا لا هي عبارة عن رحلة كاملة يعني أنا هنا الفكرة عندي أنه فيه الخطة هذه مفروض أن تكون أقرب ما لها زي ما تقولون رحلة أنتقل فيها من مرحلة لمرحلة في الجودة عندي ويكون فيه أهداف معينة للرحلة هذه أحاول قد ما أقدر أني آصلها وحققها فالهدف عندي هنا كل أهداف الجودة للبروجيكت هذا أني خلصها ونفذها على شكل أوجه صحيح زين وبنفس الوقت أحدد العمليات والمعايير اللي نستخدمها لتحقيق هذه الأهداف في الخطة حقتي فإذا فيه معايير معينة وبروستيس معينة مفروض أن نتبعها في المشروع تلقاني بالخطة على مستوى المشروع قاعد أقول أن البروستيس الفلانية للجودة لازم تتبع في المشروع عندي المعايير الفلانية لازم تكون عندي موجودة في المشروع لازم اتبعها زين فلو تلاحظون نرجع بشكل بسيط عندنا ثلاث نقاط at organization level هنا اهتمينا في العمليات حقات الجودة مع المعايير للجودة زين على مستوى المشروع اهتمينا بالquality من ناحية طبقنا البروستيس حقات الجودة العمليات حقات الجودة على مستوى المشروع بنفس الوقت ما قلنا بس نطبق العمليات هذه حقات الجودة لا ما ضفناها قصدي للمشروع العمليات حقات الجودة لا حنا تأكدنا أن مفروض تابعنا أنه فعلا تم التحقق من الجودة واتباع العمليات حقات الجودة في المشروع النقطة الثالثة اللي هو المسؤولية في النقطة الثالثة على مستوى المشروع أني أضع خطة كاملة للجودة الخطة هذه زي ما قلنا يكون فيها أهداف معينة بحيث أنه تنقل المشروع وتتأكد أنه تم خلنا نقول تعريف العمليات اللي احتاجها للجودة في المشروع هذا وبرضه تعريف المعايير اللي لازم التزم فيها في المشروع هذا وكيف طبقها فرضا وكله داخل خطة الـ Quality Plan للمشروع في الشريحة الثانية هنا عندنا لو تلاحظون Non-Functional Characteristics Non-Functional نحن من بداية الشباتر يعني من شابتر يمكن اثنين بدينا نتكلم وشابتر يمكن اربعة وخمسة بدينا نتكلم بالNon-Functional Non-Functional Non-Functional هي المعايير غير العملية يعني فيه Functional عندنا وفيه Non-Functional Non-Functional الاشياء اللي مثل فرضا سرعة التطبيق كفاءة التطبيق اشياء ما تتنفذ بالاصح يعني ما فيه تقول والله حط لي زر في التطبيق هذا هذه Functional والله هبي التطبيق للبنك هذا يسوي لي عملية تحويل التحويل عملية التحويل نفسها Functional لكن تيجي تقول لي والله بعملية التحويل تاخذ ثلاث ثواني هذه Non-Functional الثلاث ثواني لان نحن نتكلم الآن باشياء عبارة عن معايير Non-Functional اقدر اتحكم فيها في التطبيق فحنا بنشوفها الحين Non-Functional Characteristics في الشريحة الثانية التركيز عندنا على اهمية الخصائص غير الوظيفية ما هي وظيفة معينة في عندنا Functional زي ما قلنا اشياء وظيفية معينة وفيه Non-Functional اشياء غير وظيفية زين في تحديد الجودة هنا تركيزنا كله في الشابتر هذا على الجودة منظور الجودة زين فيظهر لك هنا في الشريحة الثانية تجربة المستخدم تتأثر بشكل كبير بهذه الخصائص هنا اللي مفروض نركز عليه يعني أنا لما استخدم تطبيق احتمال يأثر على تجربتي في التطبيق هذا Non-Functional Characteristics الأشياء غير الوظيفية أكثر من الأشياء الوظيفية يمكن أشياء الوظيفية موجودة لكن الأشياء Non-Functional غير وظيفية هي اللي تأثر علي تنخليني أبحث عن منافس للتطبيق هذا ما راح أشري التطبيق هذا ما راح أستخدم التطبيق هذا زين فإذا لم تلبي خلي نقول الوظائف حق البرنامج توقعت المستخدمين غالبا بسبب أنه الأشياء هذه قاعدين يحسون أنها ما تلبي احتياجاتهم زين راح يتجهون غالبا لحلول بديلة للتعامل مع هذه المشكلات والله أنا نزلت برنامج خرائط لكن فيه رغم أنه فيه الخرائط خلي نقول حق السعودية لكن لما أحط Destination المدينة معينة أكتشف أنه يعلق على بل ما يعطينا بعض وحيانة عدى لي خلي نقوله الطريق اللي أنا بيه ويطلع لي reroute هو يسوي الفنكشن لكن الوقت اللي يأخذ على بل ما يسوي calculation حساب الطريق الجديد والخريطة زين ما تقولون في المسارات الجديدة في الخريطة يأخذ وقت زين non-functional هذه attribute أثرت عليه فالآن راح أبحث عن برنامج بديل واستخدمه في حل مشكلة الnavigation في الخريط ومع كذا القضايا مثل عدم الاعتمادية اللي هي نقول لها يعني أنه التطبيق هذا ما تقدر تعتمد عليه زين أو فرضا الأداء ما هو جيد للتطبيق زين أكثر أكثر يمكن عنصرين يأثر بشكل كبير على تجربة المستخدم يعني والله عطيتنا تطبيق لكن ما أقدر أعتمد عليه مرة أفتحها فرضا خريط جوجل ماب تشتغل معي مرة أفتح خرائط جوجل ماب ما تشتغل معي هذا ما فيه اعتمادية أبد مرة أفتح تطبيق البنك يفتح معي مرة ما يفتح معي فهنا ما فيه اعتمادية ما أقدر أقول والله أنا ما أعتمد عليه بشكل كبير مشي الأمور تمام مع أمرا وقف التطبيق هذا الشغلة الثانية بطأ الأداء زي ما ذكرت لكم في تجربة خرائط جوجل ماب أنت قاعد تسوق في مدينة مزدحمة وتبي تطلع من شارع معين لكن التطبيق ما أعطاك خبر إلا قبل الشارع هذا فردا ثواني اللفة قريبة مرة مع الزحمة ما تقدر تطلع الآن خلاص البطء في تحديد المكان حقك سبب لك أزمة الآن يمكن حتى على خطر على حياتك لأنه الآن قال لك والله لف يمين بس اللفة يمين صعب أنك تلف منه فما بالك لو أنت مسرع فردا وقاعد يقول لك اطلع مع المخرج هذا والمخرج هذا فرضا طريق غير معبد وصار لك فرضا حادث فيه ففعليا فيه أشكاليات ما هو يمكن فنكشنل نن فنكشنل راح تأثر لك على جودة التطبيق وجودة تجربة العميل كامل للتطبيق هذا فمن الصعب جدا خلي نقول على المستخدمين تحقيق أهدافهم إذا عندك المشاكل هذه إذا التطبيق حقك ما تقدر تعتمد عليه المستخدم ما يقدر يحقق أهدافهم والله أنا نزلت تطبيق البنك ومسافر دوليا وحاب أسوي عملية معينة بحسابي علشان استخدم الفلوس عندي ما أنا قادر أفتح التطبيق حق البنك الآن المستخدم فعلا ما يقدر يحقق الهدف اللي كان يرجوه من التطبيق حق البنك بسبب أنه ما فيه اعتمادية وزين وهذا يبرز لنا الحاجة للتركيز خلوا نقوله المتوازن بين الجوانب بالوظيفية والجوانب غير الوظيفية لأنه حنا مشكلتنا بعض أحيان المبرمجين أو الفريق العمل يكون مهتم بال functional attributes وال functional characteristics وكل كلامهم بال functional وينسون جانب الننفنكشنل والتطبيق عموما لما يكون جانب الفنكشنل خلوا نقول مئة بالمئة مسوين كل الفنكشن بشكل صحيح لكن الننفنكشنل نوعا ما تعاني بمستوى الأداء فعليا راح تلقى المستخدمين ينزل التطبيق من store سويته حمل إعلانية طلع التطبيق بعد فترة تلحس أنه ال customer base قاعد ينزل اليوم والله استخدموه خلينا نقول بالحملة مبدئيا مليون شخص في السعودية بكرة احذفوه من التطبيق من جوالاتهم تسعمائة الف بقالك مئة الف مستخدمين بعدها بيومين احذفوا نصهم بعدها بتاتيام احذفوا نصهم يوم تشوف أخر شيء بما ربقية لك عشر مستخدمين يستخدمون تطبيقك الآن فريق العمل يعني المبرمجين الموجودين ما راح يخدمون بس فقط عشر مستخدمين فالآن عندك شكالية كلها في non-functional attributes بسبب الجودة عندك في الكل خلوا نشوف نتخيل مع بعض أنه عندي برنامج خلوا نقول مثل جوجل ماب وحنا عارفين ان جوجل ماب يساعدنا في توجيه في السفر في الطرق ففعليا المهمة هذه ما اشي فيها البرنامج خلوا نقول خرائط منافس الخرائط جوجل ماب زين فالخصائص غير الوظيفية الحين مثل خلوا نقول زمن الاستجابة للتطبيق هذا مفروض أنه يرد عليه بسرعة ما يطول الشغلة الثانية زي ما ذكرنا الاعتمدية باعتمد عليه أنا ما بي تطبيق والله فتحته في المدينة هذه ما يشتغل معي زين فهنا كل المعيارين هذول يلعب من جانب كبير خلوا نقول بتجربتي في استخدام التطبيق المنافس خلوا نقول الجوجل ماب إذا كان عندنا التطبيق بطيء أو كل فترة متعطل غالبا بتصير رحلتك خلوا نقول وإي استخدامك له التطبيق هذا مرة بائس وراح تحاول تبحث عن بديل بسرع وقت ممكن زين رغم أنه الوظيفة الأساسية للتطبيق كانت إيش أنه يساعدك في الملاحة أنك تصل للمكان اللي ينتبيه لكن فعلياً بسبب الإخطاء هذه التغت الفائدة المرجوة منه إلى أنه قد خلوا نقول مو بكل الحالات لكن قد يصل أنه بعض المستخدمين يلقون حلول بديلية خلوا نقول أو بديلة للمشكلات الوظيفية يعني فرضاً في التطبيق عندك المشكلات الغير وظيفية خلوا نقول مثل فرضاً السرعة ما عندك مشاكل في التطبيق ما يتأخر التطبيق حقك سريع قادر تعتمد عليه لكن عندك شغلة معين ما يسويها التطبيق حقك احتمال المستخدمين يمشون عمولهم بعض المواصفات اللي عندك يعني يستخدمون التطبيق حقك فيها صفة فلانية زينة وفيها صفة فلانية زينة الوظيفة خلوا نقول الفنكشن فلانية الفنكشن فلانية شغالات ودهم في مواصفات ثانية وفنكشن ثانية لكن ما هي موجودة لكن هذا ما يمنعهم من استخدام التطبيق حقك بسبب انه non-functional attribute زينه ففعليا ما هم لاقين شي يخليهم ينفرون من التطبيق هذا ومن عدم عدم استخدام التطبيق لا هم جايزون لهم صح نستخدامه في الفنكشن الأولة والفنكشن الثانية فقط لكن يكفي ووفي فالعيوب الغير وظيفية خلي نقول مثل عدم الاعتماد عليه أو بط الأداء يمكن ان تجعل التطبيق كامل غير قابل لاستخدام تقريبا زين مما يؤثر زي ما قلنا بشكل كبير على الرضو المستخدمين والفعلية خلي نقول للتطبيق ككل في الشريح الثالثة هنا عندنا software quality attributes بعض المعايير لل software quality الجودة لل software quality اللي non-functional غير ملموسة اغلب الشغلات اني شوفها في الشاشة هذه اشياء ما هي function عندي ما هو شي يسويه كمبرمج انه انقلك فرضا الأموال من الحساب هذا الحساب هذا وبرنامج يسوي الحركة هذه لا هذول اشياء non-functional ففعليا لو تلاحظون في المصفوفة اللي قدامنا هنا كلها خصائص تقريبا للجودة على المنتجات البرمجية خلي نشوف الأول منها مثل safety security السلامة والأمن طبعا هنا الخصائص خاصة بالبرمجيات انها اول شي ما تسبب ضرر المستخدم او الانظمة بحيث انها تحميها من الوصول فرضا لغير مصرح فيه يعني مثل ما يكون التطبيق فيه ثغرات امنية للبيانات حقاتهم او يفتح ثغرات امنية على الجوال خلي نقول بسبب انه حمل التطبيق هذا ففعليا فيه معايير امنية تخليك تثق في الشي هذا انا لو نزل تطبيق اليوم بنك والمعايير الامنية في التطبيق هذا ما هي جيدة تلقى بخاف على الاموال حقتي في البنك هذا لانه احتمال الاختراق للتطبيق بشكل اعلى فلازم التطبيق بالمعايير الغير خلي نقول فانكشنل الاشياء الان فانكشنل مثل سيفتي سيكوريتي تكون مرتفعة ليش؟ عشان يضمن المستخدمين يثقون في العلامة التجارية حق البنك هذا اما بنك بالسيفتي سيكوريتي متدنية بالجودة تلقى المستخدم مستحيل يستخدم التطبيق حق البنك هذا ويراح يرفض ويبحث عن بديل من بنك ثاني النقطة الثانية عندنا اللي هي understandability testability والadaptability لو تشوفوا محددهم بالاسود الثقيل understandability انه قادر افهم الكود testability قادر اختبر الكود adaptability قابل للتكيف الشغلات هذه كلها تجعل البرنامج نفسه اكثر قابلية خلي نقول للإدارة ما زين وهذا من شأنه انه يخلي المبرمجين يقدرون او شي يفهمون الكود يقدرون يفحصونه يقدرون يغيرون الكود ويتكيفون على حسب المتطلبات الجديدة بشكل اسرع فكل الشغلات هذه ترفع من جودة المشروع كامل ليه لان المبرمج قادر يفتح الكود لو كاتبوا مبرمج ثاني وقرأ الكود حقه يفهم بسرعة يقدر يكتب اختبارات معينة للكود هذا يتأكد ان الكود شغال بشكل صحيح فكل الشغلات هذه ترفع من جودة الكود بشكل كامل فما راح تطلع لك مثل لو تشوفون بعض التطبيقات يطلع لك كراش ميسج كذا وفي الشاشة انه يعطيك الأرور فلاني أرور 5, 2, 3, 1 ويقول لك والله خلاص احيانا تكون تشغال على شي تلقى وتطلع من التطبيق والغى كل البيانات اللي انت قبل شوي قاعد تسجلها فالآن يبيلك ترجع تعبي البيانات من أول جديد فالمعايير هذه مهمة لأنها راح تصنع جودة سوفتوير ما راح تلقى فيها الكراشات هذه ولا البقز اللي تصير في البرنامج في الشغلة الثانية اللي هي القابلية للنقل عندكم والاستخدام واعادة الاستخدام اللي هي في الجانب الأيمن الportability, usability, reusability كل النقاط الثلاث هذول هي خصاص التفاعل المستخدم مع البرنامج نفسه مرونتها في البيئة الportability هل البرنامج فقط للجوال ما هو للجوال والماك ما هو الجوال والماك والويندوز تلقى التطبيق لا ما عنده portability بس للآيفون تجي تنقل التطبيق أو تستخدم التطبيق نفسه في الاندرويد ولا في الماك ما يسمح لك ما عنده نسخة ثانية في الportability هنا عنده متدنية جدا زين usability قابلية الاستخدام هل هو مرن بالاستخدام سهل بالاستخدام لو تلاحظون في بعض التطبيقات سهولة استخدام حقتها تخلي التطبيق ينتشر بشكل سريع بين الناس وفي تطبيقات يمكن مواصفاته جبارة لكن للأسف الاستخدام للتطبيق هذا صعب جدا ويبيلك training sessions وتدريب فتلقى الناس ما ترغب التطبيق هذا وكل يقول لا والله التطبيق هذا كل اختصار باللهجة العامية غثيث ما يعجبا وهو السبب انه ما يعجبون اليوزابلتي فيه جدا متدنية فهنا لنتكلم فيها في النقاط هذه الموثوقية والمرونة والكفاءة لو تلاحظون عندنا من ضمن المعايير الموجودة الموثوقية والمرونة عندكم والكفاءة اللي هي reliability resilience robustness اللي بالجانب الايسر الكورنر الايسر في الزاوية اليسرى يتكلم عن ايش هنا يتكلم عن اللي هو قدرة البرمجيات على الأداء تحت الضغط زين المرونة واللي هو الاسترداد بعد العطال يعني والله صار في عطل في تطبيق البنك في سيرفر البنك هل التطبيق أو السيرفر حق البنك قادر يرجع مثل مكان شغال ما في أي مشاكل ما ضيع خلونا نقول آخر العمليات اللي صارت عليه قدرته للاستجابة بعد الأعطال تمام ولا لا فهنا تنقاس الأشياء هذه لأنه لو جيت وقع مع شركة فرضا وقاله والله البرنامج حقك بعد ما يضرب يجيب العيد يمسح كل شيء فهنا التطبيق لو سويته وفيها المشكلة هذه هذه non-functional لا تنسون أنه نتكلم عن الأشياء non-functional الآن كلها راح تخلي التطبيق هذا ما هو محبذ للاستخدام وراح تبحث الشركة بشكل سريع لإيجاد بديل للتطبيق هذا نجي للنقاط اللي عندنا هنا في السلايد اللي بعد الproduct matrix وهنا المقاييس حقية المنتجات وهو عنصر بالأصح حيوي في التنبؤ بجودة المنتج خلي نقول البرمجي زين فهنا الproduct matrix كيف نقسمهم أو كيف نشوف التقسيم هذا من ناحية المقياس اللي ينقيس بها المنتجات هذه زين عندنا مقياسين المقياس الأول مقياس دايناميكي والمقياس الثاني مقياس ثابت الدايناميكي اللي هو متغير المقياس المتغير نسميه dynamic matrix زين أو matrices المقياس الثاني static matrix زين وش الفرق بينهم المقياس الدايناميكي عنده البرنامج يقاس المواصفات حقيته أثناء تشغيله لأنه دايناميك وهو شغال ودك تقيس الأشياء هذه زين during execution نبينشوف المعايير هذه وقت ما البرنامج شغال هذه تساعدا فيه تساعدا في قياس كفاءة البرنامج وممد موثوقية البرنامج هل أقدر أثق فيه البرنامج ولا لا طبعا من الجيد أداء البرنامج لوظائف المقصودة تحت ظروف مختلفة يعني إذا عندي أنا عشر مواصفات مفروض التطبيق يسويها مفروض التطبيق يظلي يسويها تحت أي ظرف من الظروف اللي موجودة فكل ما زادت الظروف هذه وتغيرت عليه والتطبيق ما زال يسوي الخيارات العشر كلهم بكل ثبات معناها أنه الاعتمادية عليه عالية زين وأنا جربت الشيء هذا خلال مرحلة الدايناميك أنا الآن التطبيق شغال فعليا زين أنا ما أقيس للتطبيق وهما هو شغال لا التطبيق شغال وقاعد أسوي عليه تجارب وأشوف الكفاءة حقته والموثوقية واحتمال أسوي الدايناميك وقت ما هو شغال الستاتيكس ماتريكس زين هذول نوع من القياس خلنقول اللي تصير على system representations زين المقيس هذه على الخصائص الثابتة للبرنامج مثل وشو مثل خلنقول كتابة الكود هل الكود أصلا مكتوب بشكل واضح يعني فيه مصطلح معروف بالبرمجة يسمونه spaghetti code إنه الكود مكتوب بشكل المثج مربوطة ببعض على شكل أكلة specificity فيكون لما تقرأ الكود إنت أصلا تدوخ ما تدري وشلون الدنيا مربطة ببعض بالكود هذا ما ينفهم بشكل صحيح فإذا أنت قاعد تقرأ الكود وتحلل وتشوف جودة الكود هذا مقياس ثابت للبرنامج ما هو شغال أنت قاعد تتفرج على الكود نفسه وتقرأ الباس كود حقك زين فعموما المقياس الثابت البرنامج ضافي ما هو شغال وقاعد تقيس المواصفات الفنية خلي نقول الكود المقياس الديناميكي لا الكود شغال وقاعد تشوف أو تقيس المعايير العامة ففي المقياس الثابت على سبيل المثال ينقيس قابلية الفهم الريدابلتي خلي نقول حق الكود قابلية الصيانة هل هم قسم الكود بشكل كلاسات وفايلات موزع بشكل صحيح بحيث أنه لو بغينا نسوي صيانة نقدر نسوي صيانة ما نتأخر فيها ولا لا إذا بغينا نسوي صيانة لازم نرجع نبني التطبيق من أول جديد فهنا يقول والله التطبيق دو مواصفات فرضا في الصيانة جيدة الجودة فيه عالية من ناحية الصيانة وزين فكل الأشياء هذه ضرورية خلي نقول صحة البرمجيات على المدى الطويل خصوصا لو ترجعون لشابتر 9 في الإنفولوشن لما جينا نسوي صيانة على البرمجيات كانت عندنا إشكالية الإشكالية لما تكون طالب في الجامعة في النفرض وعندك بروجيكت معين تبتخلص التطبيق بشكل سريع بويكند توويكند سبوع سبوعين شهر شهرين تلقاك تفكر أنك تخلص التطبيق هذا وتنجزه أنه يسوي الفنكشنال تتأخذ الدرجة وبعدين ما عندك أي توقع أنك ترجع تسوي صيانة للكود حقك فتلقى الكود عندك مشبوك ومشبك مع بعض يمكن أنت لو ترجع لنفسك ترجع للكود حقك بعد شهرين ثلاثة تحتاج تدرس الكود حقك من أول جديد ليه؟ لأنك ما سويت الكود هذا بطريقة وبتمعن أنه والله بسوي للكود هذا صيانة احتمال بعد فترة من الفترات ومن الكي بوينت اللي موجودة في السوفتوير كواليتي مانجمينت عندنا الـ SQM طبعا سوفتوير كواليتي مانجمينت زين تسعى للتأكد من أن المنتجات البرمجية خلي نقول اللي نسويها تحتوي على أقل قدر ممكن من العيوب يعني حنا تركيزنا هنا أنه يكون الكود عندنا كود كامل وشامل وبشكل صحيح مكتوب وما في أي اشكاليات ولا مشاكل زين وأنها ترتقي أهم شيء بالمعايير لاحظوا ستاندرز لازم يكون عندي ستاندر معين اتبعه زين لا من حيث الصيانة الموثوقية القابلية للنقل أن ينقل التطبيق من مكان للمكان والله من داتا سنتر للداتا سنتر زين بالإضافة إلى العديد من المواصفات الثانية اللي مفروض نلتزم بها عشان يرتفع جودة الكود بشكل كبير فالالتزام بالمعايير البرمجية اللي نسميها ستاندرز سوفتوير ستاندرز are important إذا أنا بضمن الجودة لازم يكون عندي معايير ألتزم فيها إذا أنا بضمن الجودة زين فيقول لك هنا of best practices best practices اللي نقصد فيها لأفضل معايير فإنت إذا عندك سوفتوير ستاندر غالباً تلقى السوفتوير ستاندر راح يضمن لك الكود حقك الكوالاتي حقك زينة لأنك أنت أصلاً ملتزم بأفضل المعايير الموجودة أو أفضل ممارسات في مجال تطوير البرمجيات زين فتستخدم هذه المعايير خلنا نقول ستاندرز الموجودة عندنا علشان تعطيك جودة عالية في الكود والكفاءة والتمييز في المنتج حقك النهائي أنه يطلع عندك برودكت في النهاية أفضل من أنه يطلع عندك منتج بشكل هش وكل شوي فرضاً بقز وكل شوي ايرورز وكل شوي مشاكل ترجع تسوي صيانة على صيانة على صيانة بينما لو تبعت ستاندر معين وصلت لأفضل الممارسات اللي تضمن لك يطلع عندك كود بجودة عالية وبأقل مشاكل وبكذا ونكون وصلنا لآخر سلايد لنا وإن شاء الله يكون موضوع الجودة موضوع عثار اجتمامكم لأهميته خصوصاً لضمان منتجات وصفتوير برودكت ذات مواصفات جيدة جداً وبسبب أنه نلتزم فيه ستاندر معين يضمن لأفضل الممارسات أطلع بكود ذو جودة عالية بأقل المشاكل والأخطاء وكلنا قد واجهنا تطبيقات تضرب في أوقات من الأوقات تعطيك الأرور في وقت أنت محتاج التطبيق هذا فتلقاك تجربة عندك كلها تسوي بسبب هذه المشاكل فالكوالي مانجمان لا تنسوا رغم أنه يمكن آخر شابتر مر علينا في المادة لكن فعلياً مهم جداً لأنه يضمن لي كود ويضمن لي تجربة مستخدم فيها استماعات الرضا التام أو أقل شي عدم الاستياء من استخدام التطبيق هذا والبحث عن البدال عموما أتمنى أنكم قد استفدتم ما أضفتم لمعرفتكم من خلال هذا الطرح لا تنسوا ترك تعليقاتكم في الكومنت وإذا كان عندكم أسئلة أو استفسارات حياكم في الكومنت اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر